السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? فيديو جديد هنعمل فيه تفريز ورق العنب بالطريقة بتحتي اللي ما انا بعملها كل سنة. باعتمدها كل سنة بيطلع في منتال جمال لحد اخر لف فرق العنب. زي كانك لسه عاملها دلوقتي. بجيب ورق العنب طبعا وبشير العدام بتحته بالمقصة او باديكة او بالسكينة زي ما انت عايزة. وبين الورق او الورق كده بمندير المطبق بتنظفيه. تمام? بس طبعا مش هو ده اللي احنا نعتمد عليه التنظيف النهائي. طيب. ورق العنب افرقوا زي من ورق التوت او ورق الفراولة زي ما انتوا شايفين الفئدية دي مش ورقة عنب. دي عبارة مسلسة كده. دي مش ورق عنب. ودي برضو زيها. فيها حوالي جهتين بس مع المسلس. ودي برضو. بص الشكل واضح ان ده مش ورق عنب اصلا. لان ورق العنب بيبقى مدوره هنشوفه دلوقتي مع بعض. ودي برضو مسلسة. فدي ورق التوت يا ورق فراولة الله اعلم. بس انا طلعتها من ضمن الورق اللي عشان مش هستعمله. تمام? وبقيت الورق زي ما انتم شايفينه كده ادي ورقة العنب ايه? بصوا هتلاقي لها كم آآ جهة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ما شاء الله. وطبعا حضراتكم كلكو عارفين شكل ورق العنب عامل ازاي? طبعا بتجي بيه وقت مناسب جدا عشان كل ما بيقعد كل ما بينشف عشان الحر. فالورق بينشف معك. ولما بينشف ورق العنب لما بنيجي نسويه مش بيبقى طعم حلو زي ما بيبقى لسه طري وناعم وحلو قوي. طبعا كل ما بيبقى ناعم كل ما بيبقى آآ عنب بناتي بيبقى في منتها الجمال. وبتتأكد ان ورق العنب اكتر ان انت بتجي بتلاقي العدام بتاعته حمرة زي ما حضرتكم شايفين لو حطتيها بين سناني كده بيديكي مزازة لها بتاعة العنب. تمام? طبعا العدام دي انا مش هرميها لانها فرزها. عشان ساعة ماجهة سوي آآ ورق العنب. طبعا بشتوفها حلوة قوي. وبحطها في قاع الحلة ورص عليها ورق العنب. بيدي مزازة للمحشف منتهى الجمال. انا هاركنه بقى على جنبي كده. وهشوف بقى الطريقة اللي انا بفرز بها ورق العنب كل سنة. طبعا آآ اللي هي عن طريق الاستريتش راب ولو في حد بيعمل عن طريق او بطريقة البرتمانات والمحلول والحاجات دي يقول لي لان انا ما جربتهاش فعشان كده انا مش قادرة احكم عليه زي كانت طريقة نكحة او لا. فلو حد مجربها يكتب لي في الكومنتات النتيجة كانت ايه بالزبط. لكن اللي انا هعمله النهارده دي طريقة اللي انا معتمدها كل سنة. تمام? بجيب بقى هنا عندي الاستريتش راب كده وبفرده. وهقول لك لو ما عندكش استريتش تعمل ايه? تمام? اهم حاجة هتمشي بس على الخطوات صح علشان ورق العنب. لما تفرزي وتيجي تطلعي تلاقيه اخضر زي ما هو. لونه ما تغيرش ولا سود ولا اي ولا تكسر كمان. هقول لك على طريقة التخزين الصحي كمان. تمام? بجيب بقى الورق العنب كده انا كنت وزنة لو عندك ميزان طبعا هيريحك جدا. بصوا بقى هنا بقولكم مكان العدان ده هخليه على هناك والمسلس اللي هو الرفيع ده هيبقى ناحية اللي انا هبتدي منه اللف. لاني لو بدأنا نلف من ناحية العدان المكان ده بيبقى صلب شوية فممكن يدخل في الورق. وانا بلف كده ممكن يقطع الورق. تمام? فبخليه من هناك او في الاخر وببتدي باللي هو الحرف اللي هو اللي نازل على مسلس ده. معايا. هنا اللفة انا عملت كل رصة ربع كيلو. وكل ربع كيلو اسمت ونصين. عشان لما اجي اطلع بعرفة انا بطلع ايه? ما طلعش كتير وما طلعش قليل. لو طلعت قليل تضطر تجيبي لفة تاني وتاخدي منها وترجعيها. طبعا هيرجع الفريزر هيسود منك طبعا لانك كده انت فتحتي وخد هوا. فيسود معيك. هنا بقى انا بلف وبضغط وبطلع الهوا ضغطي حلوة قوي. ولفي يعني حاولي تكبسيه كويس قوي. بعد حرف الورق العنب بلف لفة كمان وبعد كده بالمقص. الحروب بقى بتاعت ورق العنب بتنيها مع الستريتش. مش بتني الستريتش بس. احاولي اخد حروف ورق العنب كده اتنية وهي لسه طرية. عشان لو خلتيها لسه الحروف كده. اي حاجة جنبها ممكن تكسر الحروف لانها هتبقى مجمدة. بصوا بقى تلفت زي مع الستريتش. مفيش اي حاجة هتأثر فيها. هنعمل واحدة كمان مع بعض. طبعا هنا بتعتبر اللفة في حدود مية خمسة وعشين جرام. هتطلع اللفتين دول ربع كيلو. اه التلت لفات. هتبقى حوالي مية خمسة وسبعين. يعني اه كل لفة بتبقى عارفة دي حجمها كم. كل لفتين اه ربع كيلو. تمام? والاربع لفات بيبقوا نص كيلو. تمام? انا قلت الحزبة الاولانية غلط. وهنشوف برضو الربع كيلو هنلفه مع بعضه. بس كل ما بتقللي. كل ما بيلفي معاك حلو. ما بيبقاش عالي قوي وما بقاش ايه تقيل. وانت بقى تتحكمي في العدد اللي انت هتطلعين الفريزر. بصوا بقى. بلف كده الاستريتش عليه. اهو. تفريدي بقى الحروف كده. وتضغطي وتلف. وتطلعي الهوى. بصوا وتكبسي بايدك عليه كده. وتلف كويس قوي. وبعد الحرف ما يخلص بتعوير اللي انا باخدها لفة كمان. عشان اضمن بان الكل يتغلف بالاستريتش. وبالمقص كده. بصي هوريكو بقى الحروف هتتتني ازاي? خليلي بالكو معايا بس. بصي كده بامسك الستريتش بورق العنب واتني معاه. باتني ورق العنب كمان. مش الستريتش بس. بصوا بقى. طول ما هو مدور كده اي حاجة تيجي جنبه مش هتكسره. لكن لو الحروف الرفيعة هتتكسر. كده انا عملت لفتين. هوريكو بقى كده اللفتين دول ربع كيلو. اهم. دول كده ربع كيلو. ما شاء الله. هنعمل واحدة كمان. دي طريقة انا بعملها كل سنة حلوة ومريحة. هو بس التعب في الاول لما بيجيب ورق العنب وتبتدي ورقة ورقة يعني تكوني كل كم ورقة كده وتقس العدم بتاعتها. وبمنديل مطبخ كده وتروحي من الضفة بين الورقة والورقة ده مؤقت يعني ده تنظيف مؤقت مش نهائي. لان ورق العنب لازم تشطف كويس جدا جدا. لاني بيبقى فيه قطيبة وممكن يكون فيه حشرات الله اعلم من الزرع وكده. تمام? انا كده بليف اهو لسه الستريتش اهو. دي بقى ايه كم كم قليل اوة عشان اوروهولكو برضو. كده عملتلكو جميع الاحجام. لسه هنعمل بقى اللي هو الربع كيلو على بعضه. هنا بقى جبت كيس. كيس تلاجة. ممكن تفتحيه ممكن تخليه مقفول. انا بخليه مقفول كده. وبيجيبي بقى الرأس اللي انتي عايزها ما تقطريش عشان الاكياس. مدام هتحط في الاكياس ما تقطريش بقى الكمية. وبليف في الاول برة كده. ودخله جوا الكيس. اهو. بدخل ورق العنب جوا الكيس كده بالعرض. اهو. ما تخليش الكيس كبير قوي علشان ما يعملش هوى في الورق العنب. حفرت بقى كده الكيس كأنه بالزبط استريتش راب. وهبتدي الف بقى كده ورق العنب. اضغط لجوا كده وتطلع الهوى. وطول ما انت بتلف كده تضغطي. برب لكم بس كده اللفة كده عشان تشوفها كويس. اهو. هتلف كده وتضغطي باديك. بصوا انا كده ايه? اهو كده. ما شاء الله. كده الهوى طلع مني. هجيب بقى ليكي طريقتين. تجيب حرف الكيس كده تفتحيه. فتحة يمين وفتحة شمال. بصوا كده دي واحدة يمين. وتجيب الحروف كده. تخرجي منها الكيس. كده خلاص. اتقفل كده الكيس معاكي زي الفل ولا تحتاجي لزق ولا اي حاجة. وهنعمل برضو باللزق وهنشوفه مع بعض. فمعاكي جميع الحلول. بس الافضل افضلهم وكده برضو الكيس يعني لو خزنتي كده بالكيس برضو زي الفل. بصوا بقى برس كده الورقة زي ما قلت لحضراتكم الحرف الرفية عن حياتكم انتو والف والف كده. واخد وافتح الكيس وحطه جوه. الكيس وابتدي الف كده وضغط وطلع الهوق. ما شاء الله اهو. شفتوني بقى اما ضغطت كده عليه اهو. كده. انا جبت الورق اللي هنا بدول اتنين كيلو. تمام? وعملت كل وهنا بقى بصوا بقى اللزق كده. انا لزقت هنا لو مش حابة تعمليه عن طريق الفتحات. لأ هاش اللزق ده. وبعد ما تخلص الكيس لف تروحي باللزق كده لفتين تلاتة بس. هارجع بقى للستريتش تاني اهو وهعملو. وهنشوف دلوقتي الكمية الكبيرة لما هنعملها اللي هو الربع كيلو. ما شاء الله. اهو. دي الكمية الكبيرة اهي. بصوا اهي. في اخر ورق العنب زي ما قلت حضر اهو. دي كده الربع كيلو. اهو. فعملنا كده الربع كيلو. وعملنا المية خمسة وعشرين جرام. وعملنا الاقل من مية خمسة وعشرين كمان لو احنا احتاجنا جنب ورق العنب بعد ما طلعنا كمية. قليلا نطلع من الكم الرفيع ده. نستعمله على طول كل. تمام? زي ما شفنا كده. طب ورق العنب بعد ما اطلع من الفريزر هنعمل في ايه? بتحطيه في مية. مية من الحنفية عادي جدا. تشتفيه مرة واتنين وتلاتة لحد ما تلاقي المية بتاعته بقت نقية وزي الفل. مية مغلية على النار. بحطيها شوية كمون بسيطة اوي 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 لو حبة مش حبة خلاص. مية مغلية على النار. وبنزل بيب ورق العنب وجنبها بولة فيها مية بتلج. بتطلع من هنا تحط هنا عشان ما تكملش السواه. طب قديه ورق العنب في المية المغلية. مش بعض عليه كتير. اول ما بتنزليه في المية. اول ما ياخد بيغير لونه. يتعدي من واحد كده لسبعة. اول ما بيغير اللون بتروح نطلعه في المية السقعة على طول. وبعد كده بتحشيه وبيبقى زي الفل. ادي الكمية الكبيرة اللي في اللفة اللي هي ربع كيلو. ودي المية خمسة عشرين جرام واللفة الزغيرة. هنا بقى بجيب اكياس وبحط فيها العيدان حسب الكمية اللي عندك بتحط فيه الاكياس. الكيس بقى تبروميت حتخليه مربع يعني بيحس نتي تتنيه تانيتين على بعض. ده مفوش اي مشاكل لان كده هنخرج منه الهوى ولا اي حاجة. بس اهم حاجة انت تبططيه عشان ما ياخدش منك مكان في الفريزر. هنا ده انا برامته كده اهو. وبعد كده هبططه علشان ما ياخدش معي مكان. ادي ورق العنب ما شاء الله. ودي العيدان بططة زي ما قلت لحضراتكم. لانها لما برامته هتاخد معي مكان. وهنشوف ان شاء الله شكله في الفريزر عامل ازاي. اهو. ادي باب الفريزر. وقفت كده ورق العنب بالطول. بس لقيت ان انا لما بنايم ورق العنب بالعرض بياخد مساحة اقل من دي. بصوا دي من اول الباب لاخره ورق العنب. لكن لما هحطه بالعرض. هيسيب لي مساحة ان انا ممكن استغلالها في اي حاجة. هنشوفها دلوقتي مع بعض اهي. بصوا. اهي المساحة دي ممكن احط في اي حاجة. اتمنى يكون طريقة عجبتكو. ما تنسوش لايك وشيرو سبسكراب للقناة. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.